اقترحوا علي بش نعمل شريط يعني انا وهو بعدها شريط الله غالب يعني انا ملتزم بهذا القضية مش بش نبيع روحي على مش مليون دينار ان شاء الله عشرة مليون دينار انا عندي فلسفة في مخي دي ما نقول مش الفلوس اللي بش هتخلدك مواقفك وجينا ملت وحنروح ملت بش بتشيل معاك ولا شي بس مواقفك سيذكرك التاريخ بمواقفك وامام الله وامام ضميرك وكي ندخل للبيت ونغذر نفسي في المرايا انا نغني على القضية الفلسطينية ونغني على الحرية ونغني على حقوق الانسان وكلام وبعد انا علشان مليون ولا عشان المادة نبيع روحي ونبيع مواقفي حتى ما عادش عندي وجه بش ننظر نفسي في المرايا حتى الجمهور بش يغاية النظر طولية هذا يكلفني راه ويمكلفني مواقفي هذية راهي مكلفتني منحكي للناس الكل مكلفتني عدة اشياء منحبش نحكي عليها ولكن انا ما يهمنيش سأظل مثل ما كنت ومثل ما انا دلوح حاليا وغدا باذن الله على مواقفي ترجمة نانسي قنقر